خلونا نجدد الترحيب بحضراتكم طبعاً لا مش دفنهو صاحب بيد دكتور متحط العدل وكنا بنتكلم حول الفن والموسيقى والسينما والأدب والجعر وما إلى ذلك وبالتالي كنا بنتكلم تحديداً على فكرة شارلي فأنا كنت بقول بقى نقط قلت الكتاب ده بالنسبة لي كتاب متفرد يعني أنا معرفش فيه حاجة طبعت كده قابله هل لسه في حد هيطبع حاجة بالشابه ده وارد لكن ده كتاب مختلف صح مختلف ليه بقى؟ مختلف لأنه أولاً أنا طبعاً طبعتي دووين شعر أه طبعاً ولحقيقة مش أنا صاحب فكرة أن احنا نطبعه عصير الكتب تطلبوا من احنا نطبعه وعلى فكرة هو هيترجم انجليزي وفرنسوي وألماني ويوناني عظيم يعني ده النصحة العربي عظيم لأن احنا شايفين أن شارلي شابلين اللي احنا عاملينه ينفع ينفع تطارد في انجلترا وتنفع تطارد في نيويورك برودواي ويبطارد في أي مكان مانا كنت بقول لبوهي قلت له ما تعرضوا في برودواي قال لي قول يا رب بنعمل ده على فكرة وبنجري عشان نعرض في أوبرا دبي يعني أنا عايزين نعرض لأنها مصرحية يعني الحمد لله كل اللي شافها مش أنا اللي عايزة أقول أنها نقلة في المصرح العربي وأنها ما تقلش عن أي مصرحية في برودواي جميل فإحنا فقورين أن ده منتج عرفنا نعمله بهذه الكيفية وبهذا الإتقاط حلو وبالتالي المصرحية زي ما بيجيلك مسرحية شيكسبير فمصر تعملها بطريقتها وده يعمله بطريقته أي زي روميو جوليت فإيه المنع أن المصرحية دي تنزل فياخدها حد مترجمة ويعملها في إنجلترا بنفس الكيفية يعني أنت المصرحية دي أو أنه هاني نجيب وفاهمي هو فاهمي صريف هاني نجيب ماسك ماهو ده في أي شرك لازم يبقى كده أصدرنا عشرة عمر يا فنعرف ماهو لازم يبقى كده ماهو لازم يبقى حد كده واحد صريف واحد إيه لازم بس عايزة أقولك أن أنا بنزل المصرحية دلوقتي هنريك أبسم عمل المصرحية طبعا مثلا ما أنا بخد عملها في مصر في إيه المنع للمصرحية اللي عملها العبد لله وإستاذ عمد بوي أو البشمعان سحمد بوي تتاخد وتتعمل في اليونان شارل شابلين اللي إحنا كتبنها طبعا هي دي هو ده هو ده جمالي الموضوع إن أنت عرض مكتوب عن فنان عالمي بإيد مصرية بسؤال عرض عالمي ينفع يتعمل في كل مكان صح أصبح عندي المنتج الفكري ده هو منتج عالمي رايح لكل الناس بالزبط كده وكل الأفكار التي تم التعبير عنها هي أفكار تقدر تترجمها بمنطقة البساطة لأنها أفكار إنسانية قبل ما تبقى أفكار محلية ضيقة حتى خطاب مثلا اللي قالوا في الدكتاتور العظيم هو من الخطابات العظيمة جدا جدا اللي روسفل أخده دستوره لما عادوا انتخابه في أمريكا أنا عرفته وقال إيه وقعدته سياقته شعرا أخد بالك والخطاب ده هو أول خطاب في التاريخ يواجه فيه تشالي شابلين الكاميرا ويكلم الكاميرا تمام تشالي شابلين فضله على السينما 50% من تطور صناعة السينما تشالي شابلين العامل مما لا شك فيه الناس كتير حضرتك تعرف ونعرف بس الجمهور ما يعرفش إن تشالي شابلين الراجل اللي بيلبس بتاعه ده بمشي صامته بيدحك لا 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 هذا الراجل ألف وأنتج ووزع ومثل وألف مزيكة وأخرج أفلامه وعمل حاجات كتيرة جدا عمرها ما حصلت غير هو اللي بدأ وقدم أفكار البوسطاء للعالم بالزبط كده وعبر عنهم يعني إما راجل يقولك مثلا في طغيان الآلة على الإنسان واحد أول واحد الديكتاتور العظيم ده تعملت في أوائل تسعة وتلاتين قبل الحرب العالمية أول واحد بشر بكارثة هتلر رؤية الفنان والفيجن اللي قدام هو الديكتاتور العظيم هو شارل شابلين فده راجل سابق زمنه سابق خياله أصدقائه مين؟ أينشتاين غاندي تشيرشل دول أصدقائه يعني شوف ده الفنان الكوني هو ده الفنان الكوني وعشان كده إحنا اليونيفيرسل تصلي شابل عشان كده أنا بالنسبالي حاجة كمان يمكن تصلي شابل نعتزل سنة 52 سنة وقعد عشرين سنة منفي من أمريكا ورجع 72 سنة وكثير من الأفكار اللي جوها المسرحية هو تعبير عني أنا كفنان في المرحلة السنية دي هل أنا هعرف هوكب العصر؟ هل أنا هعرف أتعامل مع جيل السوشيال ميديا والسنابشا ده أنا أنا متحة العدل فحاجات كتير من اللي أنا كاتبها هنا عن لسان شارل شابلين الفنان الكوميدي اللي خايف يبقى ما بيدحكش وهي مشكلة كل فنان كوميدي أو مطرب إنه هل أنا حاجة بالعصر اللي أنا مجبوش هي دي كانت مشكلتي إشكاليتي أنا كمية تحت العدل فحاجات كتير من اللي كاتبها هنا أنا بكلم فيها عن نفسي قبل ما أتكلم فيها عن شارل شابلين وهذا التوحد بيني ككاتب وبيني النص اللي بكتبه هذا الاندماج أغسى ما يطمح إليه الفنان إنه بيبقى بيكتب روحه من خلال شخصية ويمكن ده سبب من أسباب نجاح العرض نفسه